ازاي اتخلص من الدهون المتراكمه في مكان معين في جسمي اسمها تراكمات الدهون او تكترات الدهون او اسمها سمنة موضعية او اسمها سيروليت لان الدايت والدواء والرياضة والجراحة ما تنزلش مكان معين في الجسم على الكلام ده طبعا المكان مش مزبوط بتنزل الجسم كله انه قدرلت على اللقعة طريقة اسمها الحل عن طريق النحت بالميزو ثيرابي ايه الميزو ثيرابي دي مواد طبعية طبعا المفلوسوية اسمها البي بي سي فوسفتادة الكولين بتسحن تحت الجلد في طبق اسمها الميزو ديرم عشان كاسم مية ميزو ثيرابي علشان تقصر الدهون في المكان ده بس مواد دي اميلة تعمل في الاطفال وفي الحوامل وفي السكر وفي الضغط وفي اي حد ما بتصمعش الجسم ومواد طبعا المفلوسوية البنية ده بياخد الدقيق من 6-8 جلسات تقريبا جلسة كل اسبوع الحون مش بتاخد في شكة واحدة بيتوزع عن مكان اللي احنا عايزين ننزله والنتيجة بتبقى مع كل الزيار اه عايزكوا تشاهدوا الفيديو ده عشان نفس التفاد ومنساش نصلي على سيدنا محمد في التعليقات وتحياتي لكم معاكم الدكتور باسم الهابط استشاري الصحر عام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر